مرحبا جميعا كيف الحال هلا انتهيت من محاضرة القسم اللينكتن هو اليوم الرابع بكرا يوم الخامس رح نخلص الورشة تبعة الاسبوح هذه ان شاء الله ففي معلومة جديدة كن ضايفها وحاب باني اشارككم فيها فنبدأ نبدأ في شخص اسمه جوليان شابيرو بيحكي بموضوع نيمون متسارع وبنصح انه تابعوه شوفوه على تويتر وعنده موقع رائع جدا والحلو في انه بكتب كتب بس ما بنشرها ورقيا بكتبها وبحطها عنده كPDF على موقعه ففي عنده كتير محتوى قيم في موضوع النمو المتسارع شو بحكي growth marketing is a data driven revenue maximization فهو عبارة عن marketing زائد بيانات analytics وتقارير فكل اشي مبني على البيانات فمش بس تصويق تصويق مبني على البيانات نشوف اذا فبالنسبة لل growth marketing مهم جدا انه يكون في عنا mindset shift تغييري شوية بالعقلية مش كل اشي احنا كنا نعمله بشكل احتيادي بنجح فمهم انه سنفكر خارج ونجد صندوق ونعمل شغلات بطريقة مختلفة فمهم انه نغير السلوكيات تبعتنا implement the right process يكون عندنا ال process الصحيح ونسوي تجارب كتير ونتعلم من تجارب تجارب النجحات ممتاز اللي ما نجحت ايش اتعلمنا منها فهاي الشغلات بتساعدنا انه احنا ننمو بشكل متصاعد وهائل جدا بحكي لكم قصة شاب ياباني اسمه تاكيرو كوباياتشي تاكيرو كوباياتشي كان قاعد يعني بالبيت مش تغلش فصاحبته حكت له انت بتكتش تدور على شغل كان ما في شغل فراحت سجلته في مسابقة اكل الهوت دوغ فكتل حكال انت مجنوني انا طلع ضعيف وهدولا ناس ناصحين كتل ودبر راسك فشو سوى هو اخذ الموضوع جدي لانه ما عنده شغل ودرس الموضوع كتير سوى تجارب كتير كيف ممكن انه يفوز بهذه المسابقة قبل ما تبدل المسابقة فايش سوى اول اشي بحكي لك قبل المسابقة بفترة معينة من شهرين الى ثلاثة بشرم مي كتير بشكل يومي على اساس انه يمدد حجم المعدة اوكي بعد ايه حكا المسابقة همه بعطونا ساندويشات هوت دوغز وبكون معها مي عشان ضلنا نبلع نشرب المي فحكا طيب اذا انا قعدت استخدام المعطيات الموجودة عندي ممكن افوز فسوى تجربة حلوة كتير شو سوى حكا بمسك ساندويشتين مع بعض بفرغهم من الهوت دوغز ببلع الهوت دوغز بسوي بايت مرة مرتين وببلع الهوت دوغز بسرعة شايفين وبعدين وانا عم ببلع الهوت دوغز بمسك الخبزتين وبحطهم بالمي وبخليهم غرقني بالمي وبعدين برضو ببلعهم وراه فالتجربة هادي سواها يعني البروستس هذا ما تستنتجه من اول مرة سوا تجارب كتيره عبين ما وصل للبروستس الصحيح هذا اللي هو ممكن ينجح فيه وهذا الشي خلا ينجح بالمسابقة واكل 52 ساندويشت هات دوغز ب 12 دقيقة وصار متسابق رسمي صار يروح من المسابقة الى اخرى الى اخرى الى اخرى الى اخرى ومشهور طيب كيف هذا الموضوع ممكن يساعدنا احنا خلينا نفكر بالموضوع كاللينكتين كنا احنا متواجدين عن لينكتين من زمان سجلنا فيه ونسيناه نعم فيه ناس ناسي عنده بحساب على اللينكتين لانه اللينكتين ما كان منصه متطوره بهذاك الوقت ولكن الان هي اعتبر منصه متطوره فيه كتير فرص متاحه باللينكتين من خلال ممكن انا اتواصل التواصل المؤسسي زي مثلا بي تو بي ممكن مثلا انه اعمل بناء هوية رقمية على اللينكتين ففيه فرص مهولة والحلو فيه انه هو مش زي الفيسبوك الفيسبوك الناس اللي بتتواصل معهم ما بتعرف مين هم ولكن باللينكتين عارفهم عارف المسيرة المهنية تبعتهم المسمى الوظيفة تبعه وغير هيك في بعض الادوات ممكن تعطيكم تحليل نفسي عن الشخصية هذه قبل ما تقابلها نكمل فايش نسوي احنا ممكن نعمل بحث بسيط هنبحث عن نوعين من الشخصيات او الحسابات على اللينكتين قادة فكر في المجال اللي احنا نشتغل فيه او بنحبه زي مثلا المجال مثلا الموسيقى والمجال التسويق فانا بدي قادة الفكر في هذا المجال او ومش لازم يكونوا بنفس البلد او اصحاب قرار في الشركات اللي انا بطمح اشتغل فيها ويكونوا بالبلد اللي انا فيها او البلد اللي انا بستهدفها طيب اوكي فخلينا ندور مثلا مثلا مسمى وظيفة مثلا اتش اار داريكتر بمصر فانا رح بحث عن اتش اار داريكتر بمصر طلع لي بعض الاسامي خليني احكي انا بدي استهدف دنيا لانه في عندها البريميوم اكاون فمعناتها يمكن نشطة شوية هلا التحدي انه ثمانين بالمية من المتواجدين عن لينك ان مش نشطين فقط عشرين بالمية هما نشطين فانا بدي اعلائل عشرين بالمية هدول الناس فانا شو بسوي بروح عند دنيا اول اشي بعمل زيارة لحسابها فهونا انا هي هتعرف ان انا زرت حسابها ثاني اشي ما بعمل طلب صداقة لسه بعمل فقط متابعة فانا هلأ زرتها تابعتها بعدين بشوف انه في people also viewed فهونا ببين الحسابات المنافسة لالها فممكن افتح حساب حساب واعمل نفس الطريقة معهم زي ما عملت معها طيب بعدين بروح على قسم الاكتيفتي لانشطة بدي اشوف انا قديش هي نشطة مهمني انا فقط اتواصل مع الناس اللي نشطين مش اكتر من 30 يوم لازم يكون اقل من 30 يوم اللي هم نشطين اوكي الناس نوعين اما بكون ناشر للمحتوى او بكون متفاعل على المحتوى متلقي وبتفاعل فاذا بروح على ال اكتيفتيز رح يبين لي وين هي تفاعلت على المحتوى ولكن بروح على البوست ببين وين هي نشرة المحتوى فالحمد الله هيها طلعت ناشرة المحتوى وممتاز بروح بدور على بوست بكون قريب مش بعيد ويكون عليه تفاعل عالي وعدد التعليقات شوي منخفض فبدور بفكر بتعليق ملائم للبوست هذا وبحط التعليق فايش سويت هلأ وكمان بسوي تفاعل على البوست فأنا جرت حسابها تابعتها تفاعلت مع بوست وعلقت على بوست صاره اربعة اوكي اخر شي هلأ باجي وببعت لها طلب صداقة هلأ باجي وببعت لها طلب صداقة فببعت اشي ما له دخل بالمبيعات ولا اشي بحكي بعطيها كومبليمنت انه امبريسيف بروفايل حب اني اكون ضمن قائمة الاصدقاء عشان اتعلم اكثر وبعدين بعرض مساعدة اذا حبي اني اعرفك على اي شخص من اصدقائي على اللينكتين انا جاهز فشايفين كيف تكون شوي رسمية الرسالة وببعتها هنا بتزيد نسبة القبول ليش لانه انا عملت اربع خطوات قبل ما اطلب طلب الصداقة هاي واحد اتنين بعت رسالة مع طلب الصداقة وهي مهمة جدا غلط اني بعت طلب الصداقة بدون رسالة بعت رسالة مع طلب الصداقة وخفيفة ولطيفة وهذا بتزيد من نسبة القبول اذا عملت مع عشر اشخاص اسبوعيا نفس الحركة هذه رح تصير قائمة الاصدقاء عندي اشخاص من قادة الفكر وصناع القرار في هذا الموضوع ان شاء الله تكون هذه النصيحة عجبتكم وشكرا جدا اشتركوا في القناة